السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مرحبا بكم في درس الجديد درس خاصيات العضالة اذا العضالة عندها احد خاصيات بما انها تقوم بالتمدد والتقلص نشوف عدد من الخاصيات اذا في هذه الوثيقة كما تنشوف اثناء حركة تني كما تنشوف تني وبصد الساعد اليد يتغير الشكل الخارجي يعني للعضالتين تنائية رأس يعني مثال تني يد تنائية الرأس تتقلص وتنائية الرأس تتمدد ومن كنايرا والكورا العكس تنائية الرأس تتقلص وتنائية اليد تتمدد اذا كان هنا احد العلاقة بينهم هنا بالنسبة لهنا قاموا بتهيج يعني احد العصب دي الضفضة عند تطبيق ايهاجة كهربائية وحيدة وفعالة مباشرة على العضلة او على العصب الذي يعصبها يتم الحصول على تسجيل عضلي كما تنشوف هنا في الوثيقة يعني اول تحت اشارة الاهاجة منك تكون ايهاجة يعني ايهاجة يعني يقع واحد تمدد او التقلص اذا كان هذا يعني ايهاجة منك تكون ايهاجة اللحظة انك تكون فيها ايهاجة ماذا يقع؟ او تمدد اذا انا تعرفنا على جوج خاصية او التهيجية او الخلصية يعني العضلة يمكنها التهيج ويمكنها التمدد او التهيجية او التهيجية المورونة يعني ندال هنا واحد التجارب على القوة بالعضلة واحد الكتلة يعني منك على القوة بالكتلة كما تنشوفها في هذه الجدول بتهيجية تتمدد 5 المم 10 المم وما تحتل 30 المم تتمدد 11 المم ولكن تسترجع العضلة طولها الأصلي هنا يطبقوا عليه 60 المم ما يقعد؟ تمدد 13 المم ولكن لا تسترجع العضلة طولها الأساسي إذن العضلة هنا تتميز الخاصية التلجل هي المورونة المورونة يعني أراها ماشي مطلقة يعني عند واحد الوزن أو عند واحد محدودية كما تقولون محدودة إذن من خلال هذه الوزائق تبيننا بفضل تقلصات العضلة وارتخاؤها كما تقولون حركة مثل العضلة هيكلية بفضل حركة الجسم التقلص والارتخاء تتميز العضلات الهيكلية بثلاث خاصيات كما تقولون وهي تهيوجية كما نرى في الوثيقة هنا هذه تهيوجية وفي هذه الوثيقة القلصية يعني من كلها تتمدد أو لا تتقلص على حساب الحركة والخاصية الثالثة هي المورونة ولكن هذه المورونة تعتبر محدودة حيث يؤدي التمديد القوي للعضلة إلى إتلاف مكوناتها إذن هنا تعرفنا على كيفية تكون الحركة وفي هذا الدرس تعرفنا على خاصيات العضلة وإلى درس جديد إن شاء الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته